طبعا مشاهدينا نفتح ملفنا الطب الرئيسي لليوم وهو عن ضعف السمع فأسبابه عديدة منها ما هو خلقي ومنها ما هو مرضي كما قد تسببه بعض الممارسات الخاطئة ومن أسبابها المعروفة التقدم في السن والعوامل الوراثية للحديث عن ضعف السمع أسبابه وعالجاته ينضم إلينا الدكتور أيمن فريحات اختصاصي أنف وأذن وحنجرة أهلا وسهلا بك دكتور كل عام أنت بألف خير خلينا احنا يمكن ذكرنا أبرز الأسباب بشكل سريع هل هو مرض أول شيء يعني يولد به الإنسان وهل من ممارسات خاطئة قد تسبب ضعف السمع للأشخاص العاديين اللي ما عندهم مشكلة في خلقية أو عند الولادة تمام ضعف السمع مشكلة قديمة جديدة يعني صارها زمان موجودة والسرعة تستمر لكن طريقة العلاج اختلفت عشان هيك الناس متابعين لموضوع ضعف السمع ضعف السمع يقسم لجزء وراثي زي ما اتفضلتي بيكون منقول عن طريق الوالدين أو من خلال الأم تمرض خلال الحمل أو تأخذ أدوية أو تتعرض لأشعة وممكن كمان ضعف السمع يأثر على طفل خلال الولادة مثلا قيصرية أو خلال الولادة مستعصية يحطوا الطفل في الانكيبيترز هذو الأطفال معرضين كمان لضعف السمع لأنه نقص الأكسجين اللي بيصل لقوقعة ونهايات العصبية في الإذن الداخلية بيخليها تتأثر وتضعف وصير فيها مشاكل وضعف السمع قد يعد عن الأعوام الوراثية طبعا في عوامل مكتسبة الإنسان بنصاب فيها بضعف السمع لأنه بتعرض لأصوات عادية مثلا متواصلة أمراض داخل الإذن الوسطى أو داخل الإذن الداخلية كل هذه بتأدي لضعف السمع الأطباء دائما بيحاولوا يفصلوا ضعف السمع على جزئين ضعف السمع حسي أو عصبي وضعف سمع توصيلي هذه أنواعها؟ هذه أنواعها مشان بعدين الناس تنتبه كيف العلاج يعني مثلا على مجسم الإذن اللي معاي هون الإذن تقسم لإذن خارجية وإذن وسطى وإذن داخلية الإذن الداخلية هي فيها عصب السمع والشعيرات العصبية تحت السمع هذه إذا صار فيها مشاكل منسميها ضعف سمع حسي عصبي يعني المشكلة في جزء الإحساس من الإذن هو العصب السمع والقوقع إذا كان المشكلة في الإذن الوسطى أو الإذن الخارجية هذا منسميه ضعف سمع توصيلي يعني الصوت مش عم بصل للعصب السمع عشان هيك تقسم ضعف السمع لجزءين جزء توصيلي خارجي وجزء عصبي حسي داخلي وكل واحد طريقها علاجتها علاجها يختلف الأسباب الوراثية عادة بتكون في الضعف السمع العصبي والقوقع المكتسبة عادة بتكون في الخارجي والوسطى الأصوات العالية ممكن تأثر على العصب السمع والقوقع في داخل الإذن الالتهابات والصمغ مثلا بيكون في الإذن الخارجية أو الوسطى هذه الأسباب بشكل عام يعني عن أسباب ضعف السمع طيب دكتور ماذا عن الأعراض؟ يعني كيف الواحد يعرف أنه عنده ضعف السمع؟ الأعراض عادة أن ضعف السمع واضح ببطل يسمع بسيروا الناس بيعلوا صوتهم مشان يحكموا معه بتلاقيه عادة على التلفزيون التلفزيون عالي واللي حوالي يبلوله عالي كثير هو من يسبلوا سمع عادي بيحكموا مع الناس بتقول الله يكرر كلامك الشخص اللي عنده ضعف السمع شديد أو متوسط بيعرف تماما أنه في عنده ضعف السمع لكن في أنواع من ضعف السمع في نغمات معينة من الأصوات ما بتنسمع مظبوط هذا الشخص بيكون شوية أنه عنده ضعف السمع بظل الناس تحكي له الكلام أو بحس حاله أنه مش عم بفهم الكلام لأنه في نغمات مش سامعها مظبوط هذا اللي هو بنتمشكل معاه وبدنا نحاول دايما شخصه ونطلعه ونفرزه بين هالأمراض إلى الأشخاص اللي عندهم ضعف السمع الأطفال كمان عنا مشكلة الأطفال اللي صغار في العمر هذول كمان بدروش يقولوا عندهم ضعف السمع يعني الأهل هم اللي رح يميزوا أنه الطفل اللي عنده ضعف السمع أو لا مثلا إذا كان الطفل ما بنتبهش للأصوات العالية حواليه نوه متقيل اللي هو بتحكي عنيد بيطنش ما بيرد علينا هذا مرة بيكون بسمعش مرة بتحصيله العلمي كمان بيكون مش كويس في المدرسة برضو أنه بسمعش والمدرس بلقيت لقيه بشد عليه أو بيعابه ولكن هو المشكلة عنده في السمع هي طبعا من أصعب الحالات أن الشخص يكتشفها يعني يمكن عند الأطفال بس دكتور خلينا نتحدث عن الممارسات الخاطئة يعني كثير من الأحيان أو خاصة من انتشار السماعات استخدام السماعات كمان في عندك مشكلة مثلا أو الناس اللي يصبحوا كثير يعني إيش هي الممارسات الخاطئة اللي ممكن تؤدي إلى فقدان أو تراجع السمع ممارسات خاطئة بحياتنا العصرية موجودة كثير وبينها السماعات الـ Air Peace اللي بحطوها في الإذن ومرات بحطوها فترات طويلة فترات طويلة يعني حددنا إيش هي الفترات الطويلة وإيش يعني هل السماع اللي من الخارجية أفضل من الداخلية كل شي بشدة السماع شدة الصوت تتجاوز خلينا نقول 60 لـ 70 ديسبل اللي هي وحدة قياس السماع هذه كافية إنها تسوي ضعف في السماع كيف شخص سحي رح يحسبها اللي في البيت لما نقول 60 70 ديسبل مثلا اللي هو صوت الكلام هذا اللي احنا بنحكيها اللي عادة هذا 60 65 ديسبل صوت زمور السيارة حوالي 90 هذا مؤذي جدا صوت الموسيقى العالي كمان مؤذي حتى لو لثواني مؤذي جدا للإذن الداخلية وعصب السماع ومرات صوت عادي متواصل لـ 6 ساعات مثلا لـ 8 ساعات كمان هذا مؤذي حتى بعض الأشخاص اللي بيستعملوا وبيحكوا عن طريق الإيربيس يطلع صوت عالي فجأة بالسماعة برضو بيسوي سمعتوا يا جماعة وطوا صوتكم بس بيسوي أذى مرات مرات بيسوي أذى للسماع كمان من المؤرسات الخاطئة مثلا الحفلات اللي بيحضرواها الناس الأعراس اللي بيجلس بجنب اللاود سبيكر كمان هذا ممكن يؤذي من المؤرسات الخاطئة طبيعة العمل للأشخاص اللي بيشتغلوا في مصانع بدون ما يحطوا الواقيات السماعية اللي بيشتغلوا في الجيش والشرطة اللي بيتعرضوا لأصوات لإطلاق النار لعابة النارية في الأعياد مثلا كمان هذه أحد الأسباب اللي ممكن تأذي على تأذي السماع ومرات الشخص أول ما بيحس بيحس بيطنين في إذنه لما يصير فيه صوت عالي بجنب وفجأة هيك بعدها بتصني الدان بيحس بيطنين هذا معناه تقول إذن صار فيها كونكاشن متأثرة من الصوت العالي الموجود السباحة ممكن تأذي؟ السباحة بتأذي مرة تسوي التهاب أكثر منها تأثر على السماع والالتهاب بعدين هو اللي يسوي ضعف السماع طيب دكتور عن التشخيص يعني لو واحد مثلا نحس أنه سماعه مش واضح ومش أوكي كيف يقدر يروح يعرف المشكلة؟ احنا بالتشخيص التشخيص ضعف السماع دائما نسوي مخططات السماع ونقدر بالمخطط نعرف قديش ضعف السماع عنده تماما على المخطط ببينها اللي هو ضعف سماع بسيط ما فيش يعني نسوي إشي أو ضعف سماع متوسط وشديد أو حتى إشي بنسميه عميق اللي هم هدول بيحتاجوا مرات يعني البسيط بس برضو يبغالوا علاج صحيح؟ يبغالوا علاج طبعا إذا كان من التهابات مثلا عند الأطفال هذا أكثر شيء من يلاقيه مثلا عندهم سواء الخلف الطبيب يكون عندهم ضعف سماع بسيط ومرات هذا حتى ضعف السماع البسيط محتاجه الطفل لتعلم ويمارس حياته في المدرسة مثلا مع أقرانه في المدرسة دكتور كمان في عندنا مشكلة اللي هي الضغط الناس اللي تسافر بشكل مستمر خاصة الآن في فصل الصيف إذا في تنقلات مستمرة هل فعلا ممكن تؤدي لضعف في السماع أو مشاكل في السماع؟ ضغط الإذن بمرات تنزل كثير نتيجة عدم توازن بقناة ستاكيوس في قناة الأنف والإذن اسمها قناة ستاكيوس هي بتسكر وبالتالي ضغط الإذن بتأثر وبعدها الطبلة تبطل تتحرك مزبوط مع الصوت فبالتالي الضغط بتأثر على السماع وهذا أكثر شيء من شوفها زي ما تفضلت في السفر طيران مثلا في خلال الإقلاع وهبوط لا إدى أحد أدى أن يسكروا بالذات في الهبوط هاي مؤذية؟ هاي مؤذية؟ مؤذية مؤلمة مرات بصاحبها ألم لكنها تعالج وعلاجها أعطى على فكرة عن طريق بخاخات الأنف يعني مش أطرف الإذن لأنه هي الهدف أنها تفتح قناة ستاكيوس بين المنخار وال... طيب يعني هل هذا علاج ولا شيء وقائي؟ علاج علاج اللي عنده مثلا زكام وبيلي سافر مضطر يسافر بنعطيه بخاخات الأنف برضو يستعملها قبل السفر بنعطيه مضاد الاحتقان يستعملها قبل السفر على أساس بالطيارة ما يضغلبش أو ما يتعلم هل هناك وقاية منها لحفاظ على البراشر أو الضغط في الأودان؟ هي البخاخات ومنضطات الاحتقان ويبلع مثلا بالطيارة هالأمارات اللي فيهم الطيارة بيعطوك حبة ملبس تبلعيها هذه فعالية أو هاي بطل الصح فيها أرضو البلزالبا منيوبر بقدر يشدع منخار وينفخ هوا بالداخل لكن هي إذا سوى تشوينجام علكة أو إذا أكل حبة ملبس أو الأمهات يردعوا أطفالهم خلال رحلة الهبوط مثل إمارات الأطفال بيبدو يبكوا خلال الهبوط لأنه بيبدأ إذنهم بتتوجع وضغط الإذن يتأثر يردعوهم بشان يحرق قناة ستاكو السادي وتعادل ضغط الإذن طيب دكتوري بالنسبة للأهالي اللي بيشكون أولادهم عندهم ضعف سماع هل في اختبار بسيط ممكن مثلا الأمه والأب يعملها في البيت بس عشان يعرف أنه إذا ابنه ولا بنته عنده ضعف؟ مزبط هي أول شيء الأم والأب هم أكتر ناس بيلاحظوا أنه في مشكلة بالسماء والأم بالذات يعني الأم عادة بتجيب ابنها بتقول الدكتور أنا حاس أنه ما عم بسمعي بتلاحظ الحكي وتقدر تسوي هي تختبر إذا عندها شك إذا كان طفل تطلب منه يسوي شغله تطلب منه بدون ما يشوف وجهها وحركة تمها تكون دايرة ظاهرة مثلا عنه تقول يجيب لي الشغل الفلانية وتحكيها بدرجات مختلفة بهمس وتعلي الصوت شوي وتشوف استجابته يكون بغرفة تانية وتنادي عليه وتشوف استجابته يكون يحرف معينة الحروف الأفضل استعمال كل الحروف يعني مثلا الباب والباص والباء هذولا كلهم الباء اللي هم الأحرف المضخمة والسين والصاد والس هذولا الهي فريكونسي ما نسميهم لكن هنا ما تقول مثلا رايح على المدرسة جاي من المدرسة لعب البوسيكليت كل هاي الأحرف عمالها بتيجي مع بعض فبتقدر تعرف أنه في عنده مشاكل بالسماء الأهم شيء إحنا دائما منوصي أنه لما الطفل بيطنش إذا ما بتحكي أمه ما بيرده ملتهي ومركز هذه المرات بيكون مش سامع هي بتفكره مطنشها ومعاندها لكن هو فعليا مش سامع إذا بيقدر يعد جانب التلفزيون قريب من التلفزيون بيظلوا منتبه للتلفزيون برضو هذا بنعتبره مش سامع إذا بيلفل عند أمه وبتطلع على حركة شفاية فهي بتحكي مثلا أو على أبوه مثلا بيكون برضو هذا الطفل مش عم بيسمع طبعا نود أن أشكرك على هذه المعلومات كان معنا في الستوديو الدكتور أيمن فريحات اختصاصي أنف أذن حنجرة شكرا شكرا دكتور شكرا